خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة ثمن النواب عموما ما وصفوه بإصلاحة كبرى مست عديد القطاعات الاستراتيجية لا سيما ما تعلق منها بإصلاح العدالة والإدارة العمومية ومحاربة الفساد والبيروقراطية والنهوض بالقطاع الصناعي وبعث المقاولتية ومناخ الأعمال تعزيز الجهود بما يتماشى مع الحركية التي يتسم بها نشاط رئيس الجمهورية ورؤيته الاستشرافية أبرزها النشاط الدبلوماسي المكثف لحلحة بعض الأزمات الإقليمية والدولية والتحركات الحديثة للمش شمل الصف العربي دولة مادة امتيازات الدولة عاطية إعفاءات وكل أسف ما زال ما نحقناش للحل في حين أن الدول العظمى تعتمد على التكنولوجيا الزراعة الدقيقة سيدي وزير فيها الزراعة الدقيقة هذه الزراعة الدقيقة التي تعطيك معلومة دقيقة الأرضية وإن تخلل التدخلات استحسان كبير للأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطن والإجراءات المتخذة في شقها الاجتماعي إلا أن بعض النواب أبدوا بعض التحفظات على تجسيدها في الميدان تجر الإشارة إلى ضرورة الإسراء في إنجاز خط الأنبوب الغاز الجزائري النيجيريا والطريق العابر للصحراء وتجزيد ميناء الحمدانية كجزء من مشروع الحزام والطريق أما ما سجلناه كملاحظات على أداء الحكومة أولا من الجانب الاقتصادي هناك ملفات اقتصادية لم نسجل فيها تقدم ملموس على غرار إصلاح النظام الضريبي ورقمانته نثمن إعداد مشروع مرسوم يتضمن ميثاق الاستقبال في الإدارة العمومية والذي نقترح فيه إلزامية وإجبارية وصل الاستلام شكاوى المواطنين وملفاتهم لأنه كين بعض المسؤولين ومستخدمي الإدارة لحقر المواطن ولما يرجع المواطن يقولوا توزيع مليون مصباح من نوع لا ألاد في سنة 2021 هل تم التوزيع أم لا؟ النقطة الأخرى هي تعميم الوجبة الساخنة بالنسبة للمدارس هذا النقطة لم نجد لها لم تكن من بين الأهداف المرصودة مختلف المؤسسات الاقتصادية تتخبط في مشاكل جمع وهي عاجزة عن حتى تسديد أجوار عمالها وتجد صعوبة كبيرة لتسويق منتوجاتها بسبب المنافسة والاستيراد العشوائي من طرف الخواص لنفس المنتوج وسيواصل النواب مناقشاتهم للسياسة العامة للحكومة على مدار يومين كاملين على أن يكون رد الوزير الأول يوم الخميس المقبل